المكاشفات لا تكر على الأصل بالبطلان كما قال العلماء ما ينفعش فحش تناقل الشريعة أبدا إن التصوف شو فيه لو كان الوقت يسمح أقول لك سيدة صغيرة دستور في التصوف لمولانا شيخنا رضي العالم الشيخ محمد زاكي إبراهيم أقول إيه إن التصوف فقه الدين قاطبة والفقه بالدين توثيق وتخريج هو الكتاب وما جاء النبي به وكل شيء سوى هذا فمحجوج إن التصوف سر الله يمنحه من قد أحب وحب الله تتويجه إنما الحب أخلاق ومعرفة ذكر وفكر وترويح وتأريج إن التصوف تحقيق الخلافة في أرض الإله وإلا فهو تهريجه نفيش تصوف بدون كتاب وسنة يبقى ده لا شأن لنا به ولا نعرفه ولا علاقة له بالتصوف من واقع الإطار المحدد لحضرتك يعني وضعت الأمور في نسقي أو في نصابه الصحيح برؤيتك حتوقف عند بعض الكلمات اللي جاءت في الأبيات لحضرتك ذكرتها إنه ليس كذا أو كذا أو كذا على الرغم من أن بعض هذا مثلا بعض السبح بعض حلقات الذكر بعض الحضرة بعض الموالد أشياء من هذا القبيل هي موجودة في عالم التصوف الذي يعني المصري الذي نعرفه فالفيصل هنا في طريقة الممارسة مثلا ولا في أنا متخذها ظاهر ولا أنا عن قناعة باطن الفيصل فيها إيه نعم كما تفضلت حضرتك وكويس أنك سألت هذا السؤال الموالد جائزة لكن أي ما يحدث فيها أولا أول شيء لازم نعرفه أن التصوف مش هي المظاهر دي بس لا ده حاجة أبعد من هذا بكثير ده أول شيء تاني شيء أن هذه المظاهر قد يداخلها كثير من المتسوس والدخيل والمنحرف والمخالف للشريعة فلا شأن للتصوف فيه لأن الموالد بيحضرها من هو صوفي ومن هو غير صوفي فبتبقى مولد زي ما بقوله بقى فيه بتبقى مولد بتبقى مولد خلاص بقى دخل فيه المصريين حلوين أه بس خلاص فبتبقى مولد بقى مولوص صاحب زي ما بقول طب أنت عاوز إيه بس لكن الموالد يجب أن تكون يعني مظاهرات علمية مؤتمرات علمية طبعا فيه موجود في الموالد تجد أن فيه صرابقات وأماكن حلقات علمية فيها حلقات العلم حلقات الذكر المحترم اللي مفهوش اختلاط اللي مفهوش انحرافات تجد فيه الترابط والتعاطف والتعارف والتعارف سنة فيه الإطعام فيه التبادل وده جائز لا شك فيه فالمقصود به أنه لا يجوز اختزال التصوف إلى مثل هذه المظاهر وأن لا يدخل على هذه المظاهر انحرافات ومخالفات شرعية ترجمة نانسي قنقر